السلام عليكم و مرحبا بكم الجديد في قناة شوات املينا نتمنى انكم تكونوا بخير و على خير و بصحة جيدة ان شاء الله الوصد اليوم كما تشوفوا هي عبارة عن رفيسة سوف نوجدها بطريقتي سهلة و ماشي معقدة و ضغيكة توجد سوف نبقى مع المقادير بسم الله على بركة الله انا العبارة تيال المسمن سوف نعبر بهاد زلافة زلافة عادية ديالت الثقائق البيض و زلافة ديال الفينو تقدروا تديروا العكس او لا تغلبوا الفينو على دقيق البيض و نحتاج الملحة السكر وراس معلقة صغيرة وراء ديال الخميرة تستغنو عليها بالنسبة للسكر انا حدرت معلقة صغيرة والملحة أعودك معلقة صغيرة ولكنتم معلقة حسب الكمية ديالتقيق اللي غدي تعجنه نخلط هذا الشيء ومن بعد نعجنه بالماء عادي بحل مزمن كيف يجنه بالماء دافي كيف يجنه بالماء باردة انا قدرت ما عادي ديال السقايا ولا اضربيني ما 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 سخنتوش ما تفيتوش كنجمعوه ومن كتجمع العجينة كندلكوها بطبيعة الحال بحل مزمن حتى كتطلق في الدينة سوفي انا هنا كما شفتو دلكتوه مزيان حد العشرة دقائق من بعد غادي ندورو كويرات وغادي ندوزو في الزيت زيت عادية سوف ندورو كويرات صغيرين باش نغلبو عليهم سوف نعطيك الحجم كيبقى ليكم والكلم الأحسن نديروهم صغيرين نقدر الكليمونتينا هكا باش تغلبو عليهم يجيوكم صغر سوفي كتبقوا بحلقة مستمرين حتى كتكملوا العجينة كاملة انا هذه الكيمية اللي درت بالنسبة لربعة الأشخاص كما تقدرون تزيدو إلا كانت الأشخاص بزيفة سوف تضعف الكيمية سوف نبقى وغادي نبحل هكا بالنسبة للعجينة تقدرون تدركوها عبتك في العجانة أنا المسمين كان نبغي ندركو بيدي تقدرون تدركوها في العجانة مدة خمسة دقائق ودغية كتدلك سوف نبعد مكان كملو وغادي نغطيوها بلاستيك غذائي باش هكا تطلقنا شوية العجينة الوقت اللي غادي ندوز ونصيبو المرقى سوف نخليوها على جنب هكا كما قلت لكم باش تطلق سوف ندوز بالنسبة للمرقى السفر التجاجة لتضرب من 4 أشخار تكون مغسولة من القيام من قبل والمستقطرة تقدرون تقطعوها الكين العدس تقريبا واحد الكاسد عن بديل العدس الحلبة المعالقة كبيرة السمن الزبدة الملحة الزبدة المرقدة في الزيت تقدروا التومة بقشورها كما تقدروا راس الزبدة ثلاثة البصلة ثلاثة البصلة مسوسطين ثلاثة البصلة حزمة القصبر والمعدنس مغسول ومربط ثلاثة توابيل الملحة البزار سكينجبير كوركومة ورس الحانوت الزيت سوف نضيف زيت زيت المائدة او زيت المائدة او تخلط انا سنضيف زيت زيت او زيت الزيت سنبدأ ثلاثة تنجرة شيئا او تطيب فيها عدسة هنالعندنا نضيف كل شيء في التنجرة فيها ثم تقدروا تديروها وترقدوها اتخليوها الى كان عندكم الوقت انا قد نديرها مباشرة كما قلت لكم هذي طريقة سريعة وبسيطة بالنسبة لي ما كتعرفش تديرها انا تعلمتها بحل هكا فعلا كتجي زوينة بزاف وكل واحده طريقته بطبع الحل كندير توابيل كاملة مع الزيت سوف نزيد السمن السمن اختياري لما يعجبكم مش تقدروا تعودوها بزبدة مالحة مش مشكل لمشي حار كندير توماء مع ذاك شو يجد الزيت باش تعتني الريحة زوينة وصحية نيت التوماء اللي مرقته بزيت كتكون صحية سافيا غادي نخلط هاد الشي كامل مجدوك التوابيل تنتاج مع بعضها ومبعد غادي نشرمل الدجاجة تقدرو كيما كديكم تقطعوها الطراف إلا بغيتو تقدرو تعودوها بالدجاجة بلدية مهم على حساب كل واحده انا كنوللكم الطريقة فقط هنا كندخلو داك التوابيل بين عفون بين اللحمة و الجلدة باش كي جينا اللحم بينين كندهنوها بزيان كما كتشوفو بعد كندهنو واحده من الداخل وكندير فيها نيايا تقاربنا هادو كل الفصوص داك التوماء كندخل واحد جوج كنديرهم من الداخل في الجاجة كما كتشوفو كما كتشوفو قمت بسطورة جوج كامل قمت بسطورة جوج كامل مجمع نزيد الكمية للعدس المغسولة لانتقارب لانتقارب 21 دقيقة طيب حتى خمسة وعشرين دقيقة غادي نزيدو هنا سوف نقلبها على الصدر وغادي ندير الكمية ديال الماء القدر ديال الماء اللي غادي قطني تقريبا واحد ليترو وحتى اللي يطرق يمكن يقل من يطرق انا درس هنا قل من يطرق يعني واحد يطرق الكاس هكا باش كدجي بنينة وما كدجيش باس لا وما نديروش على الدجاجة يعني نحاولو نديرو في الجناب صافي هنا غادي نقلبها على الصدر كما قلت لكم وغادي نديرها الطيب على نار متوسطة هنا غادي نرجعو المسمن انا هنا غادي نديرو واحد طريقة اللي سهلة وضغية كتوجد يعني يلا درتوا الدجاجة بحال هادي اللي درتانا طيب او قطع ديال الدجاج ما غاديش ياخد منكم الوقت بزاف اذا تقدروا تطيبوا رفيسة في ساعة تقدر توجد مقلاة عادية ماشي مشكلة غادي ما غادي نوريكم طريقتي سهلة بزاف 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 ولكن لما كانت مقدة المهم انها تكون رقيقة كتدربوها مزيان كما كتشفو هنا يا كيبل انها رقيقة كنستعملوا دائماً الزيت العادية صفي وتنهزوها تنديروها في المقلاة انا هنا درتها في المقلاة دابا غادي نوري لكم الطريقة هي هادي يعني كتديرو واحدة في المقلاة الوقت اللي هي كتكون كتتحمر من تحت مجيهات تحتانية كتتلقوا واحد اخرى بحل هاد الشكل هادا من بعد هادي رات قريباً تحمرات غادي اخسكوا تنقصوا عليها ما تديروش النار مجاهدة باش ما يتخطفش ليكم وتتحرق غادي الرشها بالزيت غادي نقلبها وغادي نجيب هادي ورحتها من الفوق يعني بحلكة تجبتوها مزيان وغادي ندوز غادي نقرس عبتك واحد اخرى يعني هادي الطريقة تقدروا تصيبوا بها 6-7-8 المسمنات كي طيب ضغيها فعلاً كي طيب زوين ما كيجيش معجن كيجيش غلط اضغي كيوجدها هاني دابا عبتك غادي نرشها هادي بالزيت نقلبها وندير عبتك واحدة من الفوق هي هادي غادي نبقوا غادي بحلاكة حتى كنكملوا الكمية اللي عنا او بالاحرة حتى ما تقدرواش تهزوهم حيث انا غادي نوصل لواحد العدد سافي ما نقدرش نهزها بحال هكذا بسافي ما ما غاديش نقدر نهزها يمكن كين هنا واحد ستة ولا سبعة سافي بدو كيتقالوا غادي نحيدهم كيما كتشوفوا هاو ما طايبين ومرقاق طايبين داب سافي ونعاودوا نفس الشيء نفس العملية الرشو المقلب الزيت ونبدو كنطيبو يعني بحل اخرين عفوان غادي نوريليكم عن قرب كاتهزوها كاتحطوها كاتخليوها الطيب من تحت ترشوها بالزيت تقلبوها وديرو الخرم الفوق حتى كاتكملوا انا غادي نحيد هادا بشي دير لي البلاسة حتى كاتكملوا الكيمية اللي عندكم كما قلت لكم راكا تطيبوهم يمكن نفجوجوه لثلاثة المرات على حسب شحال كيند العدد المسمنات كما قلت لكم طريقة سهلة وبسيطة بالنسبة للناس لم يعرفوا ش يديروها او لماشي طريقة ديالهم او لماشي الأكلة ديالهم ديال بلادهم يعني هادي طريقة سهلة و جديدة جديدة نومي سهلة وبسيطة كي ما نقولو انهو ماشي بحلاكة كي يطيبو المسمن ديال الرفيسة اذا انا هوا مبعد مكملت الكيمية اللي عندي كيفما كاتشوفو بحلاكة صافيا غادي نخليهم على جنب ومبعد غادي نبدا كلوي انا غادي نقطعهم بالمقس انتو ماز قطعهم بالمقس او بالموس المقس ها هو بالمقس او بالموس كيفما بغيتو كنقطع يعني طرفها صغار انا بيدي ما كي كنقطعهم كبارين كي يجيوني كبار يعني كنفضل بالمقس كنمشي في الجنب في الوسط يعني كنشوف على حساب غيخصهم يجيوني صغار ورقاق سافيا كنكمل هاد الكيمية كاملة اللي عندي ما تنسوش انكم تقبو الدجاجة باش باش دخولها الطياب سافينا غادي نديرهم في الكسكاس هاو كيما كاتشوفوا انا غادي نديرهم في الكسكاس يفوروا من بعد مني ندخل الدجاجة كاتتتحمر هاي الدجاجة من بعد ما طابت كيما كاتشوفوا غادي ندهنها بزبدة ندخلها للفران بتتحمر كيما كاتشوفوا بالنسبة للحلبة انا حيت واحد شوية اللاسوس ودرتها معها في كاسرنا بوحدها تقدروا تزيدوها مع اللاسوس انتموا لكين انا ما كيبغيوها شو ليداتي درتها بوحدها نسم منها هو كيفور الدجاجة غادي ندخلها للتحمر بحال ما كان ديل الكمية ندخلها وهنا مع اللاسوس غادي نزيد شوية ديال راس الحانوت في الاخر باش كتعطيني هذك المادق ديالها المجهد انا كيعجبني سافي وهنتو ما انا مبعد المفار تشوفو تفور درتو في التبصيل ديال التقديم عادي نوري لكم طريقة ديال التقديم بالنسبة اللي يعني عادية بغتو تزوقوها بشكل اللي بغيتو مهيما نوريت لكم الطريقة ديال ديالي السهلة هناك هندير واحد شوية ديال اللاسوس مع العدس في فوق المسمن نجيبها حدايا بحل معك كما كتشوفو يعني لاصوس عقدة ما ماشي 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 مطلوقة ماشي ماشي غلب عليها المبزاف فعلا كتجي الديدة الديدة بزاف هنجيبو نجيب الجاجة غادي نحطها انتو ما تقدرو تحمروها اكثر انا يا زربوني عليها وليتاتين وكما خليتها شت تحمر مزيان تقدرو تحمروها اكثر منها كي لا بغيتو سافي وغادي نكملو في الزين ديال الرفيسة نديرو اللاسوس في الجناب هاديك التوما اللي درتها انا غادي نديرها في طرف ديال تبصيل باش ناكلوها غيحنايا الكبار حيط الدرالي ما كيبغيوهاش كما كتعرفوها هي في جناب ديال التبصيل من بعد باش هكا التحنية تبلينا كما كتشوفو نديرها هنا سافيا غادي نبقى غادي بحال هاكا كان سايب في كنزوقوه من بعد غادي نزينها بالبيد مسلوق اللي قسمته في النص انتو ما تقدرو تديرو البيد الصغير ديال السمان إلا كانوا يعني الدياف أو العراضة سافيا غادي نزوقها بالتمر هنا التمر حيطلو العدم تقدرو تحيدو العدم وتعمروها باللوزمي كيكونوا الضيف أما ندرت هنا حيطي العدم وخليتها عادية يعني غادي احنا غادي الأسرة ديالي سافيا كنبقى غادي بحلاكة وهي رفيسة وجدة انا هنا هاد الحلبة غادي نديرها في علاج كي ما قلت ليكم تقدرو تديروها مع الاسوس نيشا ولكن انا ما كيبغي واش وليداتي انا غادي نديرها هنا بوحدها وغادي ناكلوها احنا الكبار مع التومة وكتقدموه بصحة والراحة الوصفة هي نتمنى انكم تكونوا استفتوا ما طولتش عليكم بزاف الشرح نتمنى انكم تجربوها فعلا الديدة ما تنسوش تعليقاتكم ولايك الفيديو ونقول لكم تلاف ريوتكم وإلى وصفة أخرى ان شاء الله احنا 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 موسيقى موسيقى موسيقى